المؤسسة العسكرية تدخلت حينما رأت أن الأمر في الدولة يعني بيتهاوى أو بيأخذنا نحية الهوية المؤسسة العسكرية من خمس شهور دعت للحوار الكل متفق على أن الحوار هو المخرج من خمس شهور دعت للحوار والرئاسة يعني كان الرد لهوى بأي صفة ولم يحدث أي حوار من أسبوع من قبل يوم 30 قال إدت مهلة 48 ساعة ما فيش أي حاجة بتحصل والمسؤولية الأكبر على المسؤول الأكبر الذي هو في الحق هو الحقيقة يعني موضوع التجاوب مع الحوار ده يعني ده يعني معروف وسابت أنه هو يعني حصل المعارضة خدت قرارها من بعد الدستور بعدم يعني الاقتراب أو عدم التحاور ويعني حتى يعني دعيني أقولك أنه كان ساعات بتبقى فيه مكالمات واتصالات ولكن ما بيعلن عنها كانوا بينزعجوا منها حضرك يعني بتاخد جزء من سؤالي بتجاوب عنه لا هو الرئيس حتى يعني الرئيس من يعني يعني من ساعة من فترة طويلة بيمدي إيده بالحوار والرفض بيأتي من الطرف الآخر يعني ده 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 موضوع يعني وهو من حقه أنه هو يرفض من حقه يبقى له موقف سياسي بس أنت ما تحملينيش أن الجيش قد مهلة أسبوع وإحنا ما عملناش حاجة خمس شهور لا أياً أسبوع بكاتم يورب لا ما أنا أقولك يعني ما تحملينيش هذه المسؤولية لأن أنا ماذا أفعل أنا قلت تعالوا جماعة نتكلم هم طرحوا مطلب وحيد وفريد أنا لا أستطيع أن أتجاوب مع هذا المطلب أنا شايف أن أنا لو تجاوبت مع هذا المطلب أنا بخون الإرادة الشعبية اللي رشحتني وبأهدم قواعد الدولة المدنية والديمقراطية فهم مع الوقت يعني فهم أصلي يا فندم يعني أنا أنا مش قادر أتجاوب مع مطلب إرحل إنما أنا أقدر أتجاوب مع مطلب إرحل هو الوصلي لسافة المعارضة لما كانت المعارضة بتتكلم عن أنه لازم هذا الحوار يكون مشروط ولازم يتم فيه يعني بعض التنازلات اللي يعني اللي اتفقت معاها بعض القيادات الإسلامية قبل المعارضة زي مثلا تغيير حكومة الدكتور هشام أنديل أو كل ده لماذا لم يبادر الدكتور محمد مرسي بتغيير حكومة أو أقلت حكومة الدكتور؟ يعني دعيني أقولك أن كل ده كان مطروح ولكن مطروح بس ما تنفسش يا دكتور مرد ألف حك ليست هناك طاولة للحوار علشان أعطي أمامها هذه التنازلات لمن أعطي هذه التنازلات؟ ولكن دعيني أقول لحضرتك تاني يعني خليني أوصف وأقول إذا كانت هذه يعني بلاش كلمة تنازلات بين المصريين وبعضهم إذا كان هذه التفاهمات لم تقدم في وقتها وأنها قدمت الآن متأخرة عن وقتها يعني هي في الاتجاه الصحيح ولكن متأخرة بسي على الجانب الآخر إن كانت تأخرة مش التمن ده أنني لا أقبله مش التمن أن أنا أرجع بعد سنتين ونص وبعد ما خلصت المرحلة الانتقالية وبعد ما أسست لنظام ديمقراطي ودولة مدنية أن أنا أرجع تاني من الأول وابدأ تاني من الأول في مرحلة انتقالية مدتها سنة حضرتك شايف أن المرحلة الانتقالية انتهت أصلا؟ هي كانت على أعتاب أصل المرحلة انتقالية عبر عن مؤسسات إن هي بتتسلم إرادة الشعب وتتحول إلى إرادة داخل المؤسسات ترجمة نانسي قنقر